موسيقى ثورة العشرين ربما يعني من الصعب نتحدث عنها بالتفصيل هنا لأن الجميع لديه إدراك ومعرفة تامة بمجرياتها ولا سيما في هذه القاعة من هو متخصص في هذه المرحلة من عمر العراق هذه الثورة من ميزاتها أنها وقعت قبل تأسيس الدولة المعاصرة في العراق وكانت السبب المباشر في تأسيس هذه الدولة في الحقيقة لو لا هذه الثورة ما كان انعقد مؤتمر القاهرة في آذار 21 وقرر تعيين فيصل ملكا على العراق كما طلب العراقيون وتأسيس الدولة كان قرار سان ريمو مؤتمر سان ريمو في نيسان 1920 هو انتداب انتداب البريطاني على العراق وهذا كان أحد الأسباب المباشرة لثورة العشرين هذه الثورة من ميزاتها مو فقط توحيد العراقيين يعني احنا حقيقة من المعروف جدا ان هذه الثورة شملت العراق في مختلف فناطقه وكانت عابرة للطائفية والمناطقية وهذه من السيماتي استمرت حوالي خمسة أشهر الثورة وحينما انتهت كان تقريبا شملت جميع المحافظات في الوسط والشمال والجنوب وتمركزت ربما في بعض المناطق في الفرات الأوسط وفي الفرات الأعلى لكنها في كل الحالات شملت جميع المحافظات تقريبا بما فيها الموصل وكردستان وديالة وجنوب هذه المناطق الميزات المهمة في هذه الثورة لم تتكرر أبدا بعد ذلك في العراق أبدا يعني هذا التوحد ما بين الريف والحواضر المدن مشاركة الجميع شيخ القبائل تعاونوا مع الأفندية أو المثقفين بطريقة غير معهودة حقيقة عادة يكون هناك تنافس بين الطبقتين لكن في هذه الثورة كان هناك تكامل حتى ما بين المرجعية الدينية في النجف طبعا كان الشيرازي شكرا جزيلا كان الشيرازي قد تولى المرجعية في نيسان أو مايس 2019 بعد وفاة اليسدي والشرازي آية الله الشيرازي هو الذي أفتى بجواز قتال وكان هذه الفتوى مهمة جدا لتعجيج الثورة على الأقل في الجنوب من بين المقلدين لهذه المرجع مهم كثر طبعا عموما هذا التواصل ما بين الحواضر والريف كان أساسيا في تفجر الثورة وفي التكامل ما بين الطرفين أحاول أن تقل سريعا في سبيل كسب الوقت إلى مرحلة الصحافة صحافة الثورة العشرين ولدت في سياق زمني كانت الصحافة به العراقية محاصرة بعد الاحتلال البريطاني للبصرة يعني وصولهم عام 14 أغلقت كل الصحف في نفس الوقت العثمانيين أغلقوا الصحف في بغداد والموصل بسبب الحرب والطرفين أصدروا صحف موالية لهم يعني تنطق باسمهم وحينما وصل البريطانيون إلى بغداد أيضا أغلقوا الصحف طبعا العثمانية وأصدروا صحيفة موالية لهم كان في بصرة بصرة تايمز وحينما وصلوا بغداد كان الصحيفة اسمها العرب السستها ميسبيل وأشرفت عليها وهذا الاسم طبعا كان محاولة لليحاء بأن وعود البريطاني بتأسيس فملكة عربية أو دولة عربية ميسبيل كان هذا هدفها عموما الصحافة كانت كلها موالية للبريطانيين ولم يكن هناك يعني مناخ صحفي يمكن أن يفرز أفكار ثورية وأفكار صحفية أو ما شاكل ثورة العشرين من ميزاتها أنها وفرت هذا السياق بشكل أو بآخر هناك ثلاث صحف صدرت في خضم الثورة وللتعبير عنها وولدت وقضي عليها أو انتهت في خلال الثورة أيضا هذه الصحف أبرز صحيفتين فيها هي الفرات في النجف وأيضا الاستقلال النجفية وهناك صحيفة ثالثة أيضا اسمها الاستقلال صدرت في بغداد لكنها أيضا أغلقت بعد ذلك المهم الصحيفتين الأساسيتين صدر منهما ثلاثة عشر عددا فقط وولدتا وانتهتا يعني خلال الشهور الخمسة لكن رغم هذا العمر القصير للصحيفتين الثانية بالمناسبة الاستقلال النجفي حصلت على امتياز أو إجازة من قائم مقام النجف آنذاك وهو السيد نور الياسري وهو أحد رموز الثورة يعني في النهاية كان قائم مقام النجف يوالي الثوار أو هو من الثوار بالحقيقة واجتماع مع الشيخ ظاري في حينها هو الذي بنح جريد الامتياز في سبيل أن يكون هناك لسان للثورة ميزة الصحيفتين وحتى الاستقلال البغدادية تتمركز في قضيتين أساسيتين الأولى أنهما وثقاء تفاصيل مهمة في مجريات الثورة على الصعيد العسكر وعلى صعيد المشاركين فيها يعني إحنا حينما نتكلم من شارك ومن لم يشارك بل ومن عادى الثوار حتى ما بين العراقيين أتكلم طبعا من الشيوخ القبائل ومذكورين بالاسم خرج فلان شيخ الكذا وحاربنا ووالى الإنجليز وهذا ما بها يعني ما بها محابات أو يعني واضح وفي نفس الوقت الذين قاتلوا من أول يوم إلى آخر يوم الأمر الثاني هو التأسيس لقضية المراسل الحربي لم يكن معروف قصة المراسل الحربي طبعا بسبب الاتصالات يعني ذلك لم يكن تليفون ولا برق ولا لكن في هاتين الصحيفتين الفقيرتين طبعا ما كان يصدرون بشكل منتظم وما عندهم مطابع يعني طبعا الصحف يعني متخلفة ببداية يعني مثل زوراء إذا شايفيها يعني كان عندي صور لكن للأسف المهم كانت برغم فقرهم المالي وهذا واحد من أسباب توقفهما شريعا أيضا لكنهما نقلاء أو نقلتاء عن الثوار تفاصيل المعارك كان التفاصيل تصل متأخرة بطبيعة الحال لكنها في النهاية بالنسبة لنا كمؤرخين ومؤرشفين كانت توثق للمرحلة يعني كان في النهاية هناك تفاصيل من المهم أن نطلع على بعض هذه التفاصيل لمراسل حربي حينما نتحدث مثلا عن مجريات معركة قام فلان بجيش طرف الفلاني بقصف الطرف الآخر والخسائر كذا هذا الآن يجري فورا وربما نشاهد على الشاشة لكن قبل مئة عام قبل مئة عام كان يتخذ شكلا آخر لكنه أسس لما نحن عليه اليوم أستطيع أن ربما أنفعكم في جريدة الاستقلال النجفية لصدرة يوم واحد عشرة الفين و الف وتسعمية وعشرين في عشرة عشرة نشوف هذه النصوص جبهة الحلة هذا النص جبهة الحلة تسعة محرم ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثين طبعا هذا يصادف أيضا من شهر العاشر ألف وتسعمية وعشرين خرجت فصيلة من الإنجليز لاحتلال قلعة آل زنبو الواقع على مقربة من الخط الحديدي في مقاطعة المحاويل فقابلها المجاهدون بقيادة صلاح الموح تبول هذه الأسماء والمعامرة بقيادة هزاع بدون شيخ ولا فلان فأرجعهم إلى مواقعهم في بابل تاركين كثيرا من الخطوش وخسر المجاهدون أربع من الخيل واستشهد مجاهد وجريح أربع جبهة الناصرية داعش محرم ألف وثلاثمين وتسعة وثلاثين خرج من الناصرية دقيقة واحدة خلص خرج حقرة إلى أن تنتهي الدقيقة خرج من الناصرية العدو يقدر طبعا في أشياء ممسوحة ما تمكن العدو يقدر بألف وخمسمائة رجل وفارس الخط الحديدي فراق الخط الحديدي بين الناصرية والسماء ولما وصل فراق اصطدمت به جيوش العرب وهي آل غزي والبدو آل محسم فقطعت خط رجعته ففر الفرسان وبقيت المشات في حصار شديد وقد قتبعين وقعت بين البيطرفين معركة استمرت 24 ساعة إلى آخر في في مراسلين هم ليسوا صحفين مثلا أخبار مهمة 18 محرم 39 جاء في كتاب مجهل آل فرعون هو من الثوار لكنه أصبح مراسلًا حربيًا يقوم بدور صحف المواطن طبعا لما نؤرق إحنا كإعلاميين للصحف المواطن الآن اللي يكتبون في تويتر ويصورون أحداث وهم ليسوا صحفين لكن يسموهم الآن صحف المواطن نرجع أقصى فترة هي سنة 63 الشخص المصور اللي يصور مقتل كندي المصور عادي كان يصور جولة كندي في دالس وقتل كندي وهذه الصور طبعا باعها بعشرة 100 ألف دولار في حينها وصوروه هذه الصور الوحيدة الموجودة الفوتوغراف طبعا هذا يعني فيديو عفوا وصالت فوتوغراف هذا قبل سنة 20 مجل ألفرعون وهو واحد الثوار ينقل معلومات كمراسل حربي يقول الوقت ينتهل أستاذك كبس أشكرك ما وقفنا نقيني عشر دقائق أكمل والله كنا محكوين يا الله شكرا ما دام هو جواج وأني يعني أعرف أنه راح الناس يطلبون فلذلك وقفت حتى هم يقولون طيب جاء في كتاب مجل آل فرعون إلى حضرة مزهر آل فرعون ما هي لي جاء أحد قواد الجيوش العربية متوجه نحو العراق وقد فارقه في البو كمال يقول أن الجيش العربي جيش العربي في البو كمال الذي كان مع الأمير فيصل كان مشغلا بالتطهير سوريا من الأجانب وقد فرغ اليوم من مهمته بعد طرد الأجانب من سوريا وتوجه نحو الفرات لإنجاد العراقين وخرجت من البو كمال القوة التركية التي تتألف من 4000 جندي بقيادة بيق فلان كذا آل سعدون والقوة العربية تتألف من 6000 جندي بقيادة مولود باشا قاصدتنا للعراق وسافر كنعان بيق يرأس فرقتين إلى الموصل وسافر قسم من قوتي إلى الشرقاط طبعا هذه لأنه تاريخيا كان في قوة ابن البو كمال وجدته يعني مع الجيش العربي يعني الجنرالات النور السعيدي عسيني الهاشميدي اللي كانوا معه في بعض التفاصيل راح أقراها أيضا لأنه مفيدة احنا طبعا نعرف بدون ألقاب كانت الصحافة تنشر بدون ألقاب ستة محرم الفرات الأدنى السكون سائل في هيت الكوفة شهدت طياراتنا العبارة الآتية مكتوبة على سطح العبارة الآتية عفوا مكتوبة على سطح هذا هي عبارة عن كتب صادروها المجاهدين من الإنجليز وترجموها تقول هذه العبارة الكوفة شهدت طياراتنا العبارة الآتية مكتوبة على سطح موقع محاصر لجنودنا أننا في حاجة شديدة إلى السجائر والتتن هذا لما كان القوة محاصرة في الكوفة بغداد وصلح الخطبين بغداد وخان النقطة سافر الشيخ ظاري إلى الشمال جزعا من قناب الطياراتنا التي ألقتها عليه الإنجليز يتكلمون الفرات الأدنى سبعة محرم تسعة وثلاثين قبضت عشاء الزوب على الطيارتين اللذين طبعا هذه النص سقطت طيارتهم قرب خان النقطة وأرسلتها إلى الفلوجة جبهة للدليم قد اتفق الشيخ الهتاويين وشيخ الكريشين وشيخ فياض وشيخ شرطان مع الشيخ ظاري وهو العان عند السيد نور الاستقلال هذا طبعا نص الاستقلال لم يتقابل الشيخ ظاري مع السيد نور سيد نور الياسري طبعا وعلقت الجريدة على هذه الأخبار قائلة نشرنا كل مواقفنا مواقفنا عليه من الأنباء لتذاعتها حكومة الاحتلال ورمت بها الطيارة لنوقف الأمة على ما تعترف به الحكومة من قوة النهضة الوطنية وتهقى قرها أمامها تاركينها تكذب بعضها القراء طبعا تاركين تكذب بعضها القراء إذا لاحظ هنا عملية مواجهة الدعاية يعني أنا كإعلامي هم مدارسين إعلام الناس لكن مواجهة دعاية الخصم بهذه الطريقة بجرأة أن ينشرون رسائلهم ويواجهوها هذا كان واحد من الحقيقة بواكير الدعاية المضادة اللي مورست في ثورة العشرين في صحافة ثورة العشرين بدون أن يكون هناك إعداد مسبق لأن الثورة كما نعرف جرت بدون هذا الإعداد المسبق لإجراء الصحافة أو حتى للتنسيق العسكري فيما بين الجبهات هي انتشرت خلال الشور الخمسة إلى أقصى العراق طبعا هناك نصوص أخرى لكن للأسف في دقي الوقت لا يسمح به قراءات شكرا شكرا